تخبرنا بقى المتنوعة من عند منتخب مصر الاول وللنهاردة هيختتم المرحلة الاولى من معسكر نوفمبر وبعد نهاية مران النهاردة هيتم الاعلان عن القيمة النهائية للمنتخب وهيعلن البرتغالي روي فيتوريا مين اللي هيكمل مع المنتخب باقي المعسكر من اللاعبين المحليين وهيعلن كمان اسماء المحترفين اللي هينضموا للمرحلة التانية من المعسكر طبعا ده استعدادا لمواجهة منتخب بلجيكا واللي هتقام يوم 18 نوفمبر الجاري في الكويت نروح للانجليزي مارك جلاتنبرغ رئيس اللجنة الحكام واللي هيقوم بزيارة محافظة اللقصر يوم 14 نوفمبر الجاري والهدف من زيارة رئيس لجنة الحكام هو الاجتماع بالحكام والمراقبين وكمان هيجتمع بلجنة الحكام لمنطقة الأقصر لكرة القضاء جلاتنبرغ مش هيجتفي بس بزيارة الأقصر في الوقت الحالي هتم التنسيق انه يزور العديد من محافظات مصر خلال الايام اللي جاية ده للاجتماع بالحكام والمراقبين ولجنة الحكام الفرعية في جميع المحافظات